جرحة من جبهة النصرة في فلسطين المحتلة خبر لم يعد مفاجئاً بعد تزايد تضفق جرحة المعارضة السورية المسلحة إلى المستشفيات الإسرائيلية في الآوين الأخيرة اليوم يوجد نحو 106 جرحة من جبهة النصرة السورية في مشفى نهرية بالقرب من عكا شمال فلسطين أمر يثير قلقاً في إسرائيل ويضعها أمام احتمال حصول موجة لاجئين سوريين عبر الجولان المحتل الجرحة ينقلون إلى المشفى بسيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي تحت حراسة مشددة بعد نقلهم عقب إصابتهم إلى مكان معين قرب الحدود مع إسرائيل ثم تنقلهم الوحدات الإسرائيلية لتلقي العلاج الخلاف في المشهد الإسرائيلي بات واضحاً إذ أن رئيس الحكومة بن يامين نتنياهو أعلن سياسة حكومته الحفاظ على الحدود ومنع الدخول إلى إسرائيل إلا في الحالات الاستثنائية خبر يتعارض مع قرار قائد المنطقة الشمالية يائر جولان السماحة بنقل الجرحة السوريين إسرائيل تحاول اليوم جاهدة استثمار الأزمة السورية وتعمل على تغيير النظرة إليها على أنها عدو محاولات سيظل مصيرها الفشل محاولات سيظل مصيرها الفشل